في تقدير المعوق الأساسي هو اللي أنا قلته ولازلت وصر عليه المهنية والفنية المختص متى ما وجد هذا رح يجد طريق أمامه مفتوح بالعكس اللي قبل من وين جت الكفاءات الرياضية ترى من الحارات ومن السكك الضيقة من هنا انطلقت فهذا اللي أقصدها متى ما يكون الاحتراف في الشخص الرياضي ويكون يعني هاجسة هو الكويت والإخلاص فأيذن سيجد أمامه الطريق مفتوح مرة أخرى ألخص كلامي أن الرياضة يعني كفاها الكلام اللي قيل الآن خلن نبدأ فعلا في الجوانب العملية واللي أرى أن من أولوياتها أن الأندية نفسها تنظم شؤونها